بالله المتظر لن يكون مقابلة سعيدة نعرف الاسبيرانس لتعمل الرياكسيون بعض المشاكل خاصة على مستوى الإفكتيف تحب تمشي للكوب دافريك أم بوتي حاولنا نتعامل المتظر بالموين دوبوري نحن عادتنا جماعة سعيدة على مستوى الإفكتيف ثوابت الفريق ضعت بوقت اللي في ماتش تبكى روحه جيس كمانت أغلب على تغييرات ثنين إضطرارية للإصابة وثنين الإيقاف لذلك هذا ما أجبرنا لنبدل الرياكسي تكتك لنقوم بوتي التي قمنا بها ومعنا بها بلغة المتظر نجحنا على مستوى غلق المنافذ خاصة على البرفوندور والقلوار بالنسبة للتعراجي نحن نقوم بإعادة أهداف لكن على قصة كلافية ضرب الجزاء وكورنر لذلك على مستوى تنشيط الهجوم في بعض الموقفنا تقلقنا للتعراجي اللي اللوم والولادي أنه لم نقوم بإعادة أكثر كورة في الوسط تسعين دقيقة أحضر نجيب على الكورة تغييرات حاولنا نغيره في آخر بداية شوت الثاني نحن نعطيه أكثر من نفس هجومي نعطيه أكثر فريشور لكن المنافس ما قولنا وننخجل لشترمات اللي عنده على مستوى ليه في خطيف تفوقنا نحن نحن كلمة أعودها اللي موين دبورم تخلينا نتعلم مع الفرق ما تتعلمنا منه برشا ما تخلنا منه ريتم على مستوى المجهود البدني واللي خلينا أكثر أريحية معناها حتى في دي سكور بعض ما أولاك كيف تقول هزمنا على كرة ثابتة ما كانتش دي زاكسيون ولا دي فلاس تاكتيك منافس ما تخليناش لا تخليناش لا تخليناش لا تخليناش لا تخليناش لا تخليناش مهم جدا أنه مهم حتى الهزيمة تستفاد منها وإن شاء الله نكونوا واقعيين أكثر بحضروا ما تشوات المازال كمع